موسيقى السلام عليكم البارحة قررنا تشكيل قوة أمنية في سوريا من 30 ألف مقاتل على حدود تركيا القيادة فيها للأكراد اليوم لا نية لنا لإنشاء قوة أمنية على الحدود وكلامنا فهم خطأا بين غنضة عين وانتباهتها يتغير الموقف الأمريكي 180 درجة فهل هو الاضطراب في الساحة السورية التي اضطرب لها وفيها العالم أم هو جس النبض ليس إلا موسيقى موسيقى بعد ساعات من قرار أمريكي بإنشاء قوة أمنية بقيادة كردية على الحدود السورية التركية أو ربما بعد ساعات من غضب أمريكي أو غضب تركي غير مسبوق من هذا القرار قررت واشنطن الرجوع خطوة إلى الوراء فقد قال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي إن ليس لدى بلاده نية لإنشاء هذه القوة وإن الكلام الذي قيل في هذا الخصوص قدم بطريقة غير لائقة وكانت أنقرة قالت إنها ستسحق أي قوة إرهابية ستشكل على حدودها ردا على إعلان التحالف الدولي إنشاء القوة الحدودية المثيرة للجدل تترافق هذه التطورات محشود عسكرية تركية على الحدود مع سوريا في ظل حديث عن عملية ستشنها أنقرة بالمشاركة مع فصائل من الجيش السوري الحر ضد الميليشيات الكردية المتمركزة في مدينة عفرين غربية مدينة حلب السورية فما طبيعة التراجع الأمريكي وهل هو تراجع أصلا؟ وكيف ستتحرك تركيا بعد هذا التطور وما مستقبل عملية سيف الفراد ضد الميليشيات الكردية في مدينة عفرين وما دور السوريين في كل ما يحصل؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدين الكرام تأتيكم في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء لا نية لدى واشنطن لإنشاء قوة حدودية في سوريا ونتفهم مخاوف تركيا فيما يتعلق بأمنها القومي موقف أمريكي بدأ متراجعا عما أعلنه قبل أيام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من تشكيل قوة على الحدود السورية مع تركيا والعراق بقيادة ميليشيا سوريا الديمقراطية الموقف الجديد لواشنطن بدأ كذلك محاولة لإثناء أنقرة عن البدء بعملية عسكرية جديدة ضد الميليشيات الكردية في الشمال السوري لا سيما بعد بيانين تركيين غاضبين سبقا كلمة وزير الخارجية الأمريكي ريكستيلرسون بنحو ساعة واحدة فقط فرئيس التركي رجب طيب أردوان ترأس اجتماعين منفصلين لمجلسي الأمن القومي والوزراء ليخرج بعدهما بيانان يؤكدان على أن أنقرة لن تسمح بتشكيل جيش ممن تراهم إرهابيين أو إيجاد ممر لهم على حدودها كما شدد رئيس الوزراء بن علي يلدرم على أن عزم الحكومة التركية واضح إزاء حماية أمن حدودها وسلامة أرواح وممتلكات شعبها مؤكدا أن الإدارة الأمريكية أصدرت مؤخرا بيانات متناقضة تدل على الارتباك الذهني التصريحات التركية شديدة اللهجة ضد الولايات المتحدة دفعت بعض المحللين إلى القول إن أنقرة تبدو عازمة على موصلة الضغط على واشنطن إلى أبعد مدى فيما يخص الملف الكردي لأن البديل لديها قد يمثل خسارة سياسية كبيرة عبر اللجوء إلى الانخراط في التحالف المضاد لواشنطن ممثلا في روسيا وإيران بما قد يؤدي ضمنا إلى نوع من التحالف مع نظام الأسد أو على الأقل إحداث تغيير في السياسة التركية إزاءه غير أن تواصل الاستعدادات التركية لمعركة ضد الميليشيات الكردية في إفرين ومنبج من شأنه إثارة التساؤل بشأن احتمالات حدوث مواجهة مباشرة بين القوات التركية وتلك الأمريكية التي تنتشر في مناطق سيطرات الميليشيات الكردية احتمالات قد تنفيها أو تؤكدها الأيام القادمة للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ سمير نشار العضو السابق في الائتلاف الوطني السوري المعارض والأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بالجمع نبدأ مع الأستاذ سمير في غضون أقل من 24 ساعة قررت أمريكا إنشاء قوة أمنية بقيادة كردية على حدود تركيا ثم بعد ذلك تراجعت وقال وزير الخارجية أن الكلام فهم خطأ هل هو تراجع أم أنه فهم خطأ لا تراجع ولا يحزنون لا أنا ما أعتقد في الجوهر أنه فيه تراجع وإنما هو محاولة لامتصاص ربما الغضب التركي الذي ارتفع وطيرته نتيجة هذا الإعلان الولايات المتحدة الأمريكية في جوهر هذا الإعلان هي تريد أن تقول أنها باقية في سوريا وأنها سوف تشكل قوة عسكرية بغض النظر عن اسمها لأسباب استراتيجية ذكرها السيد تيلرسون وقال بشار الأسد وإيران تهديد للأمن القومي الأمريكي هذا موقف مهم لأول مرة أنا أسمعه من مسؤول بهذا المستوى ووزير خارجية يقول أن نظام بشار الأسد وإيران تهديد للأمن القومي الأمريكي في سوريا هذا واحد اتنين وهو ملفت أيضا لأول مرة يقول بشار الأسد أفرج عن قادة داعش من السجون السورية وهو من شجع داعش الربط ما بين داعش وما بين بشار الأسد هذه أظن كمان للمرة الأولى تعلن عنها الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية أردت أن تقول من خلال استراتيجية التي أعلنت أنها لن تنسحب من سوريا خوفا من عودة داعش وكما حصل في العراق واعتبره الانسحاب المبكر من العراق كان خطأا في عام 2011 وأنهم لن يكرروا خطأ في سوريا ويجب أن يضمنوا حلا سياسيا ونوه أن سوريا سوف تبقى موحدة هذه المحطات الرئيسية في هذا التصريح توحي كلها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما كان يشاء أنه بعد القضاء على داعش ربما تنسحب من سوريا أنها باقية لحين إيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف ربما لكن من الصعوبة بما كان أن نبحث عن مشتركات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإيران هي المدافع الأول والأساسي عن نظام بشار الأسد في سوريا لكن أنت قلت أستاذ سمير أن أمريكا فقط تريد أن تنتص الغضبة التركية يعني عندما صرحت أمريكا بأنها ستنشئ هذه القوى الكردية المثيرة للجدل لم تكن تتوقع أن تغضب تركيا إلى هذا الحد وقد مست أمنها القومي؟ ربما يعني أنا أعتقد أنه هو فقط تصريح اليوم في هذا التراجع هو محاولة الامتصاص من حيث الشكل وليس من حيث المضمون ستوقع الهواجس التركية في مكانها وسوف يبقى الموقف الأمريكي كما هو وبغض النظر عن تسمية القوة الجديدة سواء كانت لحراسة الحدود أو اسم آخر لكن هناك تحديات أمام هذه القوة كما أعتقد ويلمسها ربما الجميع وخاصة من السوريين هذه القوة إذا بقيت معتمدة على قوات البيدي التي تصنف ليس فقط بالنسبة لتركيا أنها إرهابية وإنما لقطاعات واسعة من السوريين لأنها ارتكبت الكثير من الجرائم بحق السوريين ولأنها لم تدخل في صراع مع النظام السوري وإنما هي سلطة الأمر الواقع في المناطق التي وجدت فيها نتيجة أن النظام السوري هو من سلمها هذه المناطق وأرادها أن تلعب دوراً في مواجهة تركيا في الدرجة الأساسية أستاذ سمير كان لافتاً حد تصريحات المسؤولين الأتراك إزاء هذا الموقف التحالف الدولي بإنشاء هذه القوة كيف فسر الأتراك هذه الخطوة الأمريكية حتى جاءت تصريحاتهم وموقفهم بهذه الحدة والقوة أولاً أريد أن نشير إلى أن السياسيون هنا في تركيا يدركون هذا المقصد الأمريكي ليس الآن منذ فترة طويلة هناك تصريحات أمريكية تقول أن ما تقومون به نحن نعلم به تمان وهذا صرح برئيس أردوغان وقبل ذلك حتى في زمن رئيس الوزراء داود أغلو قال لن نغرق في المستنقع السوري كما سماه الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد من سوريا تحديداً في الأزمة هناك عدم الاستقرار في كل قراراتها واضح أنها تسعى إلى عدم استقرار تلك المنطقة دون الخروج عن سيطرتها لذلك هي بحثت عن أكثر مكون مطيع جداً لها فوجدته في وحدات حماية الشعب الكردية هي الفرع السوري لحزب بيكاكا أو حزب العمال الكردستاني أي بذلك الاختيار هي تستطيع أن تجعل العنصر الذي تريده مستقلاً عن الجميع أي أنه ممكن أن يدور في تركيا وممكن أن يدور في سوريا وممكن أن يدور في العراق ويدور في إيران ويدور في المنطقة كلها أنا أسميت هذه المنطقة التي الآن تحت السيطرة الأمريكية هو المسمار الأمريكي المسمار الأمريكي موجود في هذه المنطقة ليفعل ما يشاء في هذا التكوين السياسيون الأتراك وجدوا نفسهم الآن في سياسة التصعيد مقابل التصعيد الوائد الأمريكية لا تقوم فقط في التهديد التركي فقط في ما سمي في الجيش الذي زعمت أن تريد أن تؤسسه في الشمال بعد ذلك هم قالوا قوات أمنية أنا أريد أن أؤكد على المصطلحات هنا هم قالوا أولاً الجيش أي الجيش المسلح لحماية الحدود السورية والعراقية والتركية الآن يقولون فهم الخطأ نحن كنا نسعي لتأسيس قوة أمنية في كل الحالتين بالنسبة لتركيا هذا أمر مرفوض تركيا عندما اليوم قال وزير خارجيتها السيد تشاوش أبلو قال لا يطمئننا هذا الكلام بل على العكس بدأت الأمور تصبح أصعب السيد خارجي أكار اليوم في زيارة هو وحكام فدان رئيس الاستخبار التركي أيضاً في موسكو هناك كثير من الملفات في هذه القضية لذلك تركيا تدرك تماماً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن جادة في إنشاء خلل في المنطقة الجنوبية والتصعيد كما قلت قبل قليل التصعيد ليس فقط في هذه المنطقة هناك تصعيد أيضاً في الداخل التركي هناك عدة قضايا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية هناك اشتباك سياسي ممكن أن نسميه في قضايا السيد هاكان وهو نائب العام لمدير هالكبانك التي تتهم تركيا خرق العقوبات على إيران نعم إنه خرق العقوبات إضافة إلى قضية الضراب إضافة إلى العناقب فتحالة جولن هناك مشتبهون هناك ما زالت الأسرار كثيرة لم تفتح وهذا سيشكل ضغط على تركيا لابد من تركيا أن تخلق نافذة أخرى للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية سنتي على خيارات تركيا في التعامل مع هذا الملف لكن أريد أن أسأل أستاذ سمير أنت قلت أن الأمريكيين لم يتراجعوا وإنما هي امتصاص لفورة الأتراك في أي سياق يمكن أن نفهم هذا القرار الأمريكي الذي لم يتراجعوا عنه إلا ظاهريا كما تفضلت لماذا هذا الإصرار على تقوية الميليشيات الكردية بما لا ينسجم مع ديمغرافيتها يعني الآن الميليشيات الكردية تسيطر على نحو 34% من المساحة الجغرافية السورية بعدد سكان محدود نسبيا إلى قياس الكثافة السكانية في سوريا ما الهدف من هذا القرار؟ أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية لها تجربة مع قوات البيدي في محاربة داعش ومن وجهة نظر الأمريكان أن هذه التجربة كانت ناجحة وأن البيدي أثبتوا أنهم شركاء في محاربة الأرهاب ليس فقط الولايات المتحدة التحالف الدولي يضم جموعة كبيرة من الدول وخاصة أغلبها الدول الغربية التي تنظر إلى ميليشيات البيدي نصرة إيجابية وليس كما ننظر نحن أو الأتراك إليها والبيدي هناك قطع واسع منها ربما من السوريين كما هي هيئة تحرير الشام ولكن باستثناء قيادات والعناصر الأجنبية والارتباطات لا أقول بأجندات وإنما بإديولوجيا تتجاوز الحدود السورية سواء كان بالنسبة لهيئة تحرير الشام أو بالنسبة للبيدي لكن القواعد الأكثرية من هذا الحزب في سوريا هم من السوريين كما هو تماما هيئة تحرير الشام أن القواعد في أكثرية هم من السوريين بالنسبة للبيدي أنت قلت بأن البيدي هم كانوا شركاء حقيقين للأمريكيين وللدول الغربية في محاربة ما تصنفه أمريكا الإرهاب وهو تنظيم الدولة هنا السؤال هو يعني هي كانت شريك لكن ما الهدف الاستراتيجي وبعيد المدى من هذا القرار ثم تمن يقول أنها الخطوة العملية الأولى لتقسيم سوريا وإلى هذا ذهب عدد من الزعماء منهم المسؤولون الروس هل هذا يصب في هذا الاتجاه؟ أنا لا أعتقد هذا الحضور الأمريكي لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن بعد القضاء على داعش أن تنسحب ولديها مخاوف أولاً ربما أن تعود داعش إلى الظهور مرة أخرى كما ذكرت كما حصل في العراق هذا واحد اثنين الولايات المتحدة الأمريكية لن تسلم بالنفوذ الإيراني في سوريا وخاصة أن إيران ليس فقط في سوريا أصبح لها نفوذ واضح وفعال وإنما أيضاً في العراق بالإضافة إلى لبنان لن تترك المنطقة للنفوذ الإيراني هذا هدف استراتيجي كما أعلن تيلرسون وهي الولايات المتحدة لن تتخلى عن المنطقة يعني أستاذ سمير هذا هدف استراتيجي أمريكي على الألسنت المسؤولين الأمريكيين منذ عقود لكن عملياً الآن إيران تمددت في كل الجغرافيا العربية تحت سمع ونظر الأمريكيين أريد أن نعود مرة أخرى إلى الأستاذ فراس هل فهم الأتراك الموقف أو التصريح وزير الخارجي الأمريكي كما فهمه الأستاذ سمير نشار بأنه ليس تراجعاً وإنما محاولة لامتصاص فورتهم برأيك نعم هذا بالتأكيد يعني اليوم في مقابلة في السيد مولود شاوو شغلو قال يعني هذا كلام مثل تغيير الاسم فقط يعني لكن لا يوجد لنا أي تطمينات لم يأخذ كلامنا بمحمل الجاد كان هناك لقاء خاص عندما سافر وزير الخارجية التركي وحتى الرئيس أردوغان مع بعض وقابلوا منذ المرة الأولى السيد أوباما قال طلبوا منه شخصياً أن هذا الأمر سيمس في الأمن القومي التركي وهو قال واتصر بوزير خارجيته وقال لابد أن نحل مشكلة الأمن القومي لكن لم يحدث شيء بعد ذلك نفس الكلام مع السيد ترامب ووزير خارجيته التيرلسون نفس الكلام لا يوجد أي تغيير في حقيقة الأمر هذا الموضوع تركيا بدأت تأخذ خطوات جدية تماماً يعني منطقة تعفرين هي تحاول منذ فترة طويلة أن تصبح منطقة هي الضعف هي منطقة الأضعف في التدخل في كل المنطقة منطقة الأضعف أمريكياً وكردياً تقصد؟ نعم هي نقطة الأضعف عسكرياً إذلك هي تريد أن تصاعد في هذا الشيء البيئة الأمريكية ربما هي لديها استراتيجية أنا أراها استراتيجية زعزعة المنطقة القواعد الأمريكية موجودة في العراق نعم النفوذ الإيراني موجود وهو ربما من ضمن الضوء الأخضر الأمريكي أو التفاهمات ربما نعم الضوء الأخضر لأنها تريد شيء آخر لكن في سوريا ربما ليس هناك ضوء أخضر حقيقي بالنسبة للتواجد الإيراني لكن ضوء أخضر حقيقي للروس القواعد الأمريكية موجودة في العراق وإذلك وأسسوا قواعد أخرى ربما أن أسميه أو أراه هو إعادة تموضع فقط الآن هناك قواعد في الشمال الشرقي السوري وفي مانتقة التنف بين الحدود العراقية السورية والأردنية إذن البيئة الأمريكية تسعى إلى البقاء هناك دون أن تخسر جنديا واحدا في الاشتباكات القائمة وإذلك نلاحظ أن تركيا خسرت ما يقارب 77 شهيدا في معركة درايفورات إضافة إلى أن حتى الروس خسروا جنودا في سوريا والإيرانيين أيضا نفس الشيء أما بالنسبة للبيئة الأمريكية هي تقاتل حتى آخر جندي من وحدات حماية الشعب الكردية وغيرهم من يتعامل معها إذا ما كانت فهمت أنقرة ما فهمه الأستاذ سمير بن الشرم أنه ليس تراجعا جوهريا نريد أن نناقش ماذا بعد ذلك ولكن بعد العودة من الفاصل تراجع واشنطن عن خطوتها المثيرة للجدل بإنشاء قوة أمنية على حدودها أو على الحدود السورية مع تركيا كيف سينعكس على التحرك التركي المنتظر في عفرين ضد الميليشيات الكردية وفي الملف السوري عموما هذا ما نبحثه بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن تطورات المشهد السوري ومواقف أنقرة وواشنطن أستاذ سمير أنت بدأت مرتاحا في تحليلك للقرار الأمريكي من زاوية أنه لا يهدف إلى تقسيم الكيان السوري هذا هل أستطيع أن أفهم منك أن هذا ما يفسر الفتور بين قوسين الذي استقبل به النظام السوري هذا القرار الأمريكي عندما قال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية أن هذا القرار وهمي وسيسقط هل هذا ما يفسر هذا الفتور من النظام السوري تجاه هذا القرار؟ لا أنا أعتقد النظام السوري يعني الحضور الأمريكي وليس فقط الحضور الأمريكي وإنما حتى الحضور التركي وإنما القوى الدولية الأخرى المتواجدة في التحالف الدولي في جنوب سوريا أو في التنفي النظام السوري ليس يملك من أمره شيئا هو أسير مواقف رسمية يعلنها لكنه لا يستطيع أن ينفذ منها شيء لأنه أسير القرار الروسي الإيراني لكن أود توضيحه تعقيبا على الكلام السابق الذي ذكرته حضرتك وعقب عليه الأستاذ رضوان بنسبة الموقف الأمريكي الحضور الإيراني في سوريا وفي العراق وفي المنطقة كان يقابل برضى وغض نظر من الإدارة الأمريكية السابقة إدارة أوباما التي كانت ترهن على الملف النووي الإيراني وعلى علاقات إيران مع الولايات المتحدة على العكس تماما من إدارة ترامب التي جاءت ونقضت براس أوباما وقالت أن الاتفاق النووي الذي رهن عليه هو عبارة عن كارثة أو أسوأ اتفاق هذا يعكس أن الإدارة الأمريكية عندما نتحدث عن الأمريكيين لا يجوز لنا أن نقول إدارة أوباما مثل إدارة ترامب وكل الأمريكيين يعني على نفس السياسة أو كل الإدارات على نفس السياسة يجب أن نمايذ ونفرق لكن في العلاقة مع هذه القضايا أستاذ ساميرياني ثمت استراتيجية أمريكية مرسومة على مدى عقود لا يأتي ترامب لينقض هذه الاستراتيجية الأستراتيجية تتعلق ربما في المنطقة ولكن لا تتعلق في السياسة المراحل أو التعاطي مع الأنظمة النظام الإيراني منذ قيام ثورة الخميني وحتى الآن هو في حالة عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية إدارة أوباما رغبة في إنجاز الاتفاق النووي قدمت تنازلات وغضت النظر عن السياسة الإيرانية في المنطقة هي كانت تشاهد ما يفعله النظام الإيراني في العراق ومع ذلك انسحبت في عام 2011 ورجعت ظهر الداعش في العراق وتغلغلت الأجهزة الإيرانية والميليشيات الإيرانية في العراق وأصبح الإيراني مسلوب الإيراني وهذا ما كان سوف يتكرر أيضا في سوريا وكما يحصل حاليا في لبنان بواسطة ميليشيات حزب الله إدارة ترامب أجت على أنقاض هذا الميراس وتريد أن تزيل آثاره وبالتالي الساحة المشتعلة اليوم هي الساحة السورية الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التواجد في منطقة الجزيرة السورية ودعمها لقوات البيدي نتيجة التجربة المشتركة في محاربة تنظيم داعش تريد الاعتماد حتى الآن على قوات البيدي كراكيزة لكن كما ذكرت في بداية الحلقة سوف يكون هناك تحديات خطيرة إذا الولايات المتحدة استمرت دون أن يكون هناك في هذه القوات باقي مكونات الشعب السوري الشعب السوري ليس كله أكراد والشعب السوري ليس كله عرب هناك مكونات متعددة إذا أرادت الولايات المتحدة أن تشكل ركيزة عسكرية في هذه المنطقة تكون مقبولة من أخلب السوريين يجب أن تكون هذه القوة ليست فقط قوات البيدي وربما هذا يريح تركيا على المدى المتوسط يعني أنت تتحدث وكأنه مثلا أنه القوة الأمريكية في سوريا أمرا واقعا ينبغي القبول به هكذا ربما يفهم سأعود إليك أستاذ فراص يعني الموقف الأمريكي بإنشاء هذه القوة الأمنية الحدودية بدأ كما لو أنه رد على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنهم سيهاجمون الميليشيات الكردية في عفرين هل تصريح تيلرسون خفف من قلق وخوف أنقرة بشأن القوة الحدودية هل يعني أنقرة هدأت وترها بعد تصريح تيلرسون يمكن القول على العكس تماما يعني هناك اليوم استنفار كامل للقوات العسكرية التركية المرابطة في تلك المنطقة في منطقة الريخانية وفي منطقة كيليس وفي منطقة التي تقابل عفرين وحتى زيادة القوات البرية والمجلجلة وحتى القوات الخاصة أعتقد أن الموضوع عفرين أصبح التدخل العسكري فيه ربما شبه محسوم نعم لذلك تحاول الولايات التحدة الأمريكية أن تضغط في هذه النقطة لن تستفيد منها شيئا عراه لكنها تريد ربما لأشياء أخرى ليبقى الضغط يعني فكرة أن يبقى الضغط هذا بحد ذاته سياسة وأستراتيجية التابعة الولايات التحدة الأمريكية ضد تركيا التي هي الآن تحت حكومة العدالة والتنمية التي بدأت تكون ممكن تمثل الدولة الند لكثير من الدول الأوروبية وحتى الولايات التحدة الأمريكية في هذه المنطقة ولذلك يعني الرئيس أردوغان وحتى الإدارة بشكل عام في تركيا قالت في زمن إدارة أوباما لو أردتم أن تقضوا على داعش الجيش التركي جاهز وحتى وقتها أذكر أنه كمان الجيش السعودي كان يمكن أن يدخل في هذه القضية وقدم السيد خلوسي أكار ثلاث خطط حربية جاهزة لتنظيف المنطقة الشرقية لكن قُبلت بالرفض الأمريكي هذا الرفض يعطي كثير من الخطوط الحمراء ماذا تريد الولايات التحدة الأمريكية من هذا الخلل في المنطقة الشمالية إضافة إلى أن التوقيت الذي تم التصريح بي ربما كان قريب من التقارب في إنشاء ربما شبه قواعد للأسس الحل السياسي طبعا في الأزمة السورية بين طهران وموسكو وأنقرة لكن هذا التصريح جاء ليبعد هذه الأسس يعني ما تفضلت به يقودون إلى المربع إصرار واشنطن على تقوية الميليشيات الكردية بي دي في سوريا من خلال رفضها للخطة التي قدمها رئيس الأركان القوات التركية هنا أريد أن أسألك أستاذ سمير يعني المسؤولون الأتراك في عملية فرينسي في الفرات قالوا أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل من الجيش السوري الحر سيشاركون في هذه العملية ما طبيعة الدور الذي سيقوم به السوريون سواء في العمليات الحربية أو بعد تطهير أو تنظيف أو طرد الميليشيات الكردية من هذه المنطقة برأيك أنا أعتقد أن الجيش السوري الحر والفصائل التي سوف تشارك مع تركيا هو دورها سانوي وليس أساسي أو رئيسي وهي فقط لخلق انطباع بأن هناك نوع من المشاركة من قبل قوات المعارضة مع القوات التركية لكن واضح أن الهدف هو فقط تركي ولا علاقة للجيش السوري الحر بشكل حقيقي أن من يخطط ومن يقرر أما المشاركين كلهم سوف يخدمون نفس الهدف طيب هذه قضية مهمة لكن ذكرت لي قبل قليل أنني ربما مرتاح للحضور الأمريكي في سوريا لكن أنه يفهم من كلامك هذا بالضبط لا وأنا سأفصح أنني فعلا مرتاح للحضور الأمريكي في سوريا لأنني أعتقد أن بدون الحضور الأمريكي معنى ذلك أننا نسلم سوريا لروسيا ولإيران يعني بدل احتلال تريد احتلالين مثلا؟ نعم بدل احتلال تريد احتلالين مثلا؟ لا وإنما سوف تكون هناك مواجهة وهناك نوع من التحدي وليس احتلالات الولايات المتحدة أنا لا أعتقد أنها دولة محتلة أو دخلت في سوريا دولة محتلة هي من وقت ما دخلت دخلت لمحاربة داعش والأرهاب ولم تقدم أي دعم للمعارضة السورية ولا للجيش السوري الحر وهذا كان مأخذ على سياستها ونحن كمعارضة انتقدناها كثيرا لعدم دعمها قوات الجيش السوري الحر للولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة الأمريكية بعد القضاء على داعش أصبح لها أداف أخرى ليس فقط داعش ما هي اختصار الفترة كما ذكرت التصدي للنفوذ الإيراني وكما قال تيلرسون النظام السوري وإيراني وشكلان تهديد للأمن القومي لكن النفوذ الإيراني في دمشق وليس في الحسكة مثلا أو في القامشلي هي منطقة يعني وجودهم في منطقة الجزيرة أو في الحسكة أو في القامشلي لن يعيدوا سلطة النظام السوري المدعومة من إيران إلى كامل الأراضي السورية سوف يبقى النظام السوري أنه لا يستطيع أن يسيطر على كامل الأراضي السورية الحضور الأمريكي معنى أن هناك دورا فاعلا في طبيعة الحل السياسي الذي تحاول روسيا بالاشتراك مع تركيا وإيران رسمه بشكل منفرد خارج مسار الأمم المتحدة وخارج الدور الأمريكي أو الأوروبي هذا يقودنا ربما إلى سوتي وإلى آسي تاني وبالتالي الولايات المتحدة كلاعد دوني لن تتخلى عن حضورها الفعلي وبعد أن تم القضاء على داعش لتترك سوريا فريسة للنظام السوري ولإيران ثمت من قد يعلق على كلامك بأنه حتى لو فرضنا سلمنا بأنه ليست لها مطامع احتلال في الثروة السورية الناشئة للأمريكيين ما المقابل الذي تريده من جراء مواجهتها للمشروع الإيراني في سوريا أريد أن أذهب إليك أستاذ فراس يعني الشارع أنت قلت بأن المسار الخطط التركية باتجاه الميليشيات الكردية في سوريا تسير قدما ولن تتغير السؤال هو ما المقابل الذي سيقدمه الأتراك نظيرة السماح لهم دوليا بالهجوم على عفرين لطرد الميليشيات الكردية وهل الشارع التركي مهيئ سواء لهذه المعارك أو للثمن الذي سيدفعه الأتراك سياسيا يعني سأبدأ من حيث ما انتهيت الشارع التركي تماما هو مهيئ لهذه القضية يعني إذا تابعنا تصريحات المعارضة قبل الحكومة في الكتل البرلمانية نجد أنهم كلهم يركزون على هذه القضية بأن التهديد الأمن القومي التركي يبدأ واضحا في نقطتين من بيج وعفرين ربما حزب الشعب الجمهوري كان أقل من ذلك لأنه يعتبر أن التورد في المنطقة العربية من الأخطاء السياسية التركية لأنه لا يؤمن بالمنطقة الجنوبية تماما وبالنسبة للتحالف الدولي بالنسبة لتركيا لا ترى سوى هناك ربما ثلاث قوة القوة الأوروبية المتشكلة في الناتو دون الولايات التحدة الأمريكية إضافة إلى الولايات التحدة الأمريكية وروسيا لا بد أن تتوازن في هذه القضايا لذلك الزيارة التي حصلت في أوروبا أيضا لسيد خلوسي أكار في حلفة ناتو وأوضح بأن هذه الحدود هي ليست حدود تركيا هي حدود الناتو في الحدود الجنوبية التركية يتعتبر حدود الناتو لأن التركيا عضو مؤسس في الناتو وإذا حصل أي خطر وأي مشاكل أمنية ستتوجه هذه المشاكل إلى أوروبا وهذه النقطة تحديدا ستستفيد منها تركيا لتوقف أوروبا معها أو الاتحاد الأوروبي معها ضد سياسة الولايات التحدة الأمريكية في منطقة عفرين ومنبج لأن التأثير السلبي سيكون على أوروبا في الهجرات والمشاكل الأمنية وكما تفضل الأستاذنا أن هناك مشكلة الإرهاب بينما لن تصل بشكل كبير إلى الولايات التحدة الأمريكية لكن الناتو بارد وفاتر جدا وحتى المسؤولون الأطراك انتقدوا برودة وعدم تحريك أي ساكن من قبل مسؤولي حلف الناتو تجاه ما يحدث على حدود دولة قوية وحليف مهم في الناتو هذه سياسة الناتو تقريبا منذ بداية الأزمة السورية حتى أنهم سحبوا صواريخ الباتريوت التي كانت موجودة لكن التصريحات الأخيرة وخصوصا من فرنسا وألمانيا كانت مبشرة نوعا ما باتجاه أنهم شبه موافقون تماما مع تركيا في مسألة عفرين ومسألة منبج لكن الفتور هذا ربما من ضمن السياسات الأخذ والشد والجذب بين كل الطرفين أعتقد لكن تركيا نعم هي جادة جدا في هذا الموضوع لأن هذه النقطتين تحديدا تريد أن تنتهي منهم لكن ما هو المقابل؟ أعتقد أن هناك كثير من الملفات تستطيع تركيا أن تقايد في كثير من خصوصا في هذه النقطتين إن كان مع روسيا في أمور اقتصادية وحتى في إدلب وجنوب إدلب وفي سوريا وفي العراق ومع الولايات التحلي الأمريكية أيضا في هذه الملفات وملفات أخرى والتبادل الأمني وهذا ما صرح به أيضا الرئيس سعدوغان وحتى المعلومات الاستخباراتي أعتقد أن هناك طلب من روسيا من تركيا تحديدا في القسم الاستخباراتي حول ما هي هذه الطائرات المسيرة التي جاءت وقصفت الطائرات الروسية لأن تلك المنطقة بشكل عام حتى لو كان هناك الطرف خارجي إن كان الولايات التحلي الأمريكية أو حتى أوكرانيا هناك من يقول أن هناك ربما تدخل في هذه القضية الموسكو طلبت ربما معلومات استخباراتي كبيرة من تركيا ولذلك أعتقد أن الزيارة اليوم كانت في ضمن هذا السياق وأيضا خالوصي أكارت سيطلب من روسيا أن يكون للطائرات التركية دور وتواجد في الشمال السوري حتى يصبح من النوع من التفاهم كما حصل بين أمريكا وروسيا عدم تصادم الطائرات أعتقد أن تركيا تريد فقط المنطقة ما بين منبيج وعرفرين لتكون الطائرات التركية تستطيع أن تحلق فوقها هذا الحديث كله كان في القسمين السابقين عن المصالح التركية والمصالح الأمريكية في سوريا لكن ماذا عن السوريين سياسيا وعسكريا ما دورهم ما الذي يمكن أن يفعلوه وما مستقبل البلاد بعد الفاصل فاصل أخير ونواصل بعده الحوارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مرة أخرى إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم التي نبحث فيها المشهد السوري بأبعاده الإقليمية والدولية مع التركيز على قرار واشنطن بإنشاء قوة أمنية بقيادة كردية على حدود تركيا ثم العودة عن هذا القرار أستاذ سمير تحدثنا كثيرا عن تركيا وعن واشنطن لكن ماذا عن السوريين يبدو السوريون اليوم بمعارضتهم السياسية وبفصائلهم العسكرية الذين يريدون أن نسميهم ثور الفصائل الثورية يبدون كمن يفتح فاه لا يملك من أمره شيئا هل انقلب السوريون في قضيتهم وملفهم إلى شاهد زور مثلا على احتلالات بلدانهم أو تغيير ديمغرافيا والجغرافيا في بلدانهم للأسف وربما يكون محزن أن هذا هو جزء من الواقع الصحيح أن الصراع على سوريا أخذ القرار الوطني السوري المستقل من قبل القوى الإقليمية والدولية وأصبح الصراع على سوريا سواء كان في مجموعة أصدقاء الشعب السوري أو ما بين أصدقاء الشعب السوري والمحور الآخر الذي تتزعمه روسيا وإيران وأصبحت سوريا ساحة صراع للقوى الإقليمية والدولية حتى الآن للأسف الشديد جميع القوى أو أغلبها وأغلب الفصائل أصبحت أسيرة لهذا الصراع وهي ترهن قراراتها بشكل أو بآخر وبغض النظر عن نسبة هذا الارتهاء للقوى الإقليمية والدولية التي هي كانت ربما الداعم الأساسي وخاصة للقوى للفصائل الجيش السوري الحر سواء كان من حيث التمويل المالي أو الدعم العسكري وبالتالي أصبح السوريين بعيدين عن أن يملكوا قرارهم بأنفسهم هذا واقع يجب الاعتراف به هذا واقع أريد أن أبني عليه أريد أن أبني عليه السؤال التالي وهو في ضوء هذه التطورات التي تحصل الآن وأرجو تكثيف الإجابة لأن الوقت قد ضاق في ضوء هذه التطورات ما الذي ستناله الثورة السورية ومشروعها في إسقاط نظام الأسد في دمشق في ظل هذا التشابك والتعقيدات في المصالح سواء تركيا وواشنطن أو طهران وموسكو السوريين هناك وحاليا نقاشات ومبادرات للوقوف في وجه الحلول السياسية التي ترسم في سوتي أو في أي مكان آخر يحاول إعادة تعويم نظام بشار الأسد وأن السوريين لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال العودة إلى حضر نظام بشار الأسد الثورة لا تعني فقط صراعاً مسلحاً كما يفهم الكثيرون الثورة هي انفجار المجتمع السوري بكل تكويناته ضد نظام استبدادي قمعي فاسد بقي خمسين عاماً على صدور السوريين لكن ثم تمن يقول أن الأداء السياسي المعارضة والأداء العسكري للفصائل أن تجه حاضنة ضمن الحاضنة الثورية أن تجه حاضنة للنظام وبالتالي عمليات المصالحة والردة عن الثورة بين القوسين إلى صالح حضن النظام أنا أعتقد أن السوريين وسوريا هي في حالة مخاض ودائماً آلام المخاض آلام شديدة لكن بعد المخاض سوف يولد مولوداً جديداً وحياة جديدة ستوجد أنا لا أعتقد أن بعد كل ما جرى في سوريا خلال سبع سنوات من التضحيات التي قدمها السوريين على مسبح الحرية والكرامة الإنسانية لكل السوريين لا يمكن أن يعودوا إلى عام 2011 وقبل انطلاق السورة هناك تجليات وهناك ربما تغيرات سوف تنشأ في المستقبل نتيجة معطيات كثيرة وربما تناقضات في الموقف الإقليمي والدولي ولا شك أن هناك رهان على دور وطني سوري مستقل لقوة سورية حقيقية تعمل فقط لنصرة أهداف السورة السورية لا يمكن العودة إلى عام 2011 مع السوريين لكن مع تركيا الأمر مختلف ثم تمن يقول بأن تركيا تدفع ثمناً باهظة من مستقبل أمنها الوطني بسبب تقاعصها عن بلورة استراتيجية متكاملة للتعامل مع الملف السوري الشائك والمعقد هل توافق على هذا التحليل؟ وإذا كان الأمر كذلك فما سر هذا التباطؤ في التدخل بكامل ثقلها في سوريا؟ نعم هناك نوع من التباطؤ في الأزمة السورية في الأداء التركي تخصي نعم في الأداء التركي لأن المشكلة السورية حقيقة هي في نفسها متناقضة في كثير من الأمور وهذا ربما أربك نوعاً ما المشهد السياسي رداء السياسيون الأتراك لأن تركيا أيضاً منقيدة ببعض الأمور مثلاً مثلها هي جزء من حلف الناتو وهي الشريك استراتيجي مع الولايات المحلية الأمريكية وكانت ربما تعول نوعاً ما على الوجود الأمريكي الذي هو الوجود الأقوى في الساحة في العالم كله لكن أعتقد أن الولايات المحلية الأمريكية كان لديها ترددات تخبطات وحتى الآن نجد هذه التخبطات يعني نرى الخارجية شيء والبيت الأبيض شيء والبنتاجون شيء آخر حديثي عن تركيا ربما استفيد الحديث عن موضوع لكن التباطؤ التركي كان غير مفهوم لكثير من السوريين حتى على الحدود القومية هنا أريد أن أذهب إلى محور آخر من السؤال ذاته يعني الآن ربما تكون تحركت تركيا بعد إحساسها بالضغط على مستقبل أمنها الوطني ماذا بعد عفرين ومنبج؟ هل ستتوقف تحركات تركية عند حدود منبج مثلا؟ هذا مقترن في السياسات القادمة على تركيا لذلك التصريحات الآن هي تبشر تقول الآن منبج عفرين ومنبج وحتى شرق الفرات في البداية لم تكن تقول هذا لكن الآن بدأت تقول ذلك لأن هي ترى أن هناك ربما ضغوطات سيناريوهات أخرى موجودة لدعوية التحليل الأمريكية وأيضا هناك تخوف لدى تركيا من بعض العلاقات المشبوهة بين أيضا موسكو وواشنطن في كثير من أجزاء السورية وذلك ممكن الآن نرى أن تركيا ترى إلى رقعة الشطرنج السورية رقعة رقعة ما تستطيع أن تكسبه في هذه الرقعة أو تخسره في هذه الرقعة لابد أن تكون جاهزا لكثير من هذه السيناريوهات وهذه الحالة بداية نعم التخوفات التركية كانت ربما واضحة كيف ستكون الأزمة في سوريا كيف ستكون الثورة هل ستنتهي مثل مصر هل سيكون هناك انقلاب هل سيكون هناك تحول لذلك كانت هناك عدة زيارات من تركيا إلى دمشق ولكن بعد ذلك التطورات التي حصلت على الميدان ربما هي غيرت في السياسات التركية سأعود لأختم معك ولكن أستاذ سمير ما الذي ينتظر سوريا في ضوء هذه التعقيدات وتشابك المصالح وتدخل جل دول العالم الكبرى تقريبا في الملف السوري ما المستقبل الذي ينتظر سوريا جغرافيا سياسيا والسوريين لسوء الحظ كما أرى أنها في المدى المنظور لا يوجد أي حل سياسي وهناك تناقضات في المواقف الأقليمية والدولية على الرغم الانطباع الذي ساد في الفترة الأخيرة بأن روسيا هي مفتاح الحل في سوريا وأنها تملك جميع الأوراق وخاصة بعد قيام مسار آسي ثاني وسوتي وأن اللاعبين السلاسة سواء كان روسيا أو تركيا وإيران وهم لعبين حقيقيين ومؤسلين في الملف السوري ظننا أن هذا المسار سوف يكتب له النجاح وخاصة بعد الدعوة إلى سوتي المؤشرات تقول أن الاتحاد الأوروبي ليس مع سوتي الولايات المتحدة أوحت لديمستورا كما أعتقد بالدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات في آخر هذا الشهر في آخر بعد أسبوع ربما أو عشرة أيام وذلك للقول ليس لأن جولة جنيف الجديدة سوف تنتج حلة وإنما للتأكيد فقط أن مسار جنيف هو من الذي سوف ينتج حل سياسي وليس أي مسار آخر وربما هذا ما جعل الروس يختصرون مؤتمر سوتي من يومين إلى يوم واحد وحتى الآن سوتي أنا أظن هناك يعاني من بعض الإشكاليات ما بين تركيا وما بين روسيا ربما الأمر يتعلق في موضوع إدلب وعفرين هناك نوع من التفاهمات على ما يبدو لم تطبق في دقة وهذا سوف ينعكس على سوتي إذا لم تكن الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الأركان ورئيس المقابرات التركية إلى موسكو لحل هذه الإشكالية أنا أعتقد أن مؤتمر سوتي لن يعقد لأن تركيا هي الشريك الحقيقي في سوتي إلى جانب روسيا تركيا تملك تأثير فعال وكبير على الفصائل وقوى المعارضة المتواجدة في تركيا وإذا قررت تركيا عدم المشاركة معنى ذلك أن القوى المعارضة السياسية والفصائل لن تشارك أيضا وبالتالي هذا يدعو لتأجيل مؤتمر سوتي فرص يعني الختام معك الآن لا يمكن أن تتحرك تركيا في سوريا سواء في عفرين أو منبج أو حتى شرق نهر الفرات إلا بتنسيق مسبق مع الروس موسكو فيما يبدو أنها حليفتها في سوريا إلى أي مدى يمكن أن تذهب أنقرة في تحالفاتها مع روسيا داخل الجغرافية السورية إلى مدى ما يفيد مصالحها وهذا حقيقي تركيا في المناطق التي تفيد مصالحها ستكون متواجر معها إذا كان هناك تصريحات أو حتى تحذيرات أطلقتها تركيا لعدم تواجد أي من القوات في عفرين أو تحديدا في عفرين حتى لا يحدث حادثا مؤسفا أي أنها جادة جدا في الدخول إن وافقت موسكو أو لم توافق موسكو أو إن وافقت موسكو هل ينتهي الخطر إذا دخلت عفرين ومنبج مثلا؟ بالنسبة لتركيا نعم سينتهي لنا ستحاول أول إنهاء تواجد العسكري لقوات الكردية الانفصالية إضافة إلى ذلك ربما سترتب بعض الأمور المدنية هي طالبت من قبل أن يخرجوا هذه القوات أن تخرج من تلك المنطقة وتسليمها إلى مجلس مدني لكن هذا لم يحدث لا في منبج ولا في عفرين لذلك أعتقد أن تركيا ستقوم بربما في عملية جراحية لكن ستثبت أيضا قواعدها في إدلب وأيضا في درع الفرات لتبقى تواجدها أقوى من ذي قبل أشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر ضيفي الأستاذ سمير نشار العضو السابق في الاتلاف الوطني السوري المعارض وكذلك في رأس ردوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي كل الشكر لكم إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر